أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العلي العظيم الآية الثانية التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام والتي أحببنا أن نبحثها في هذه الحلقات هي هذه الآية القرآنية المباركة والآية القرآنية المباركة في مقام الثناء على جماعة من الخلق امتدحهم الله سبحانه وتعالى بالسبق وسماهم السابقون السابقون ونحن نعلم جيدا أن السابق له عدة مراتب ولعل من أساس مراتبه من مراتبه الأساسية هو السابق إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق بنبيه صلى الله عليه وآله ثم يتلوه السابق إلى كل مكرمة السابق إلى كل فضيلة السابق إلى كل مزية حسنة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القرآنية المباركة مدح السابقين بقول مطلق بمعنى أنهم سابقون في كل الميادين لماذا؟ لأن السابق في ميدان دون ميدان آخر يعني أن السابق مسبوق في ذلك الميدان يعني لو كان سابقا في ميدان ما ومتأخرا في ميدان ما هذا دليل على أنه لم يكن سابقا في كل الميادين فلم يكن داخلا تحت هذه الآية القرآنية المباركة هذا أولا ثانيا أن السابق أيها الأحبة الأعزاء الآية تتحدث عن السبق في الدنيا وليس في الآخرة يتصور البعض أن الآية تتحدث عن عالم الآخرة والحال أنها تتحدث عن جماعة من السابقين في هذه الدنيا وهذا ما أشارت إليه كلمات الأعلام من المذاهب الإسلامية الأخرى الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب يقول إن السابقين إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبة فجعل السبق في الآخرة فرعا للسبق في الدنيا لأن السبق في الدنيا هو الأساس إذن الآية في مقام الثناء على جماعة من السابقين وهؤلاء السابقون الله سبحانه وتعالى أعطاهم رتبة على نحو الحاصر وهي رتبة المقربين السابقون السابقون أولئك المقربون هنا نأتي بعد أن علمنا وعرفنا أن الآية في مقام الثناء على جماعة من السابقين وأنهم سابقون في كل الميادين فيا ترى من هم أولئك السابقون في كل الميادين لو رجعنا إلى روايات العلماء من غير الشيعة الإمامية كما هو منهجنا في هذا البرنامج لوجدنا أن هناك جماعة لا يختلف أحد من أعلام المنصفين في أنهم السابقون في جميع الميادين لا يختلف أحد من ذو الإنصاف في أن علي صلوات الله وسلامه عليه هو أول السابقين وأول المبادرين إلى الإيمان بالله والتصديق بنبيه صلى الله عليه وآله سبق الجميع على الإطلاق وعندما نقول سبق الجميع أيها الأحبة لا يتبادر إلى ذهن البعض أن علي أسلما كما أسلم غيره من الصحابة البعض أسلموا بعد أن كانوا يعبدون الأصنام بعد أن كانوا وثنيين بعد أن كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى إلا أن علي سلام الله عليه لم يعبد غير الله تبارك وتعالى ولم يسجد لصن من قط ولذلك كل من ذكره قال كرم الله وجهه لهذه العلة ولهذا السبب إذن علي سلام الله عليه هو أول السابقين قد يقال هذه معطيات تأريخية فتعال معي إلى ما أفاده النبي صلى الله عليه وآله هل أكد النبي صلى الله عليه وآله على أن علي سلام الله عليه هو السابق بالخصوص أقول وردت بذلك روايات متضافرة وكثيرة في مصادر المسلمين من غير الشيعة الإمامية أما روايات الشيعة الإمامية فهي روايات وافية ووافرة وفيها البغية إلا أننا نستطيع أن نثبت تلك الحقيقة من خلال الاعتماد على مصادر غير الشيعة الإمامية واحدة من هذه الروايات وهي من أهم الروايات في هذا الباب طبعا لا يفوتني أن أنبه الروايات في هذا الباب تقسم إلى عدة أصناف صنف منها ذكر السابقين بنحو مطلق وصنف من هذه الروايات نص على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو السابق الذي نزلت فيه هذه الآية القرآنية المباركة أما روايات الصنف الأول منها ما رواه وأخرجه الجاحظ في كتاب العثمانية صفحة 287 وأخرجه أيضا الحافظ بن مردويه الأصفهاني صفحة 257 وأخرجه أيضا ابن المغازلي في المناقب صفحة 252 وكذلك الحاكم الحسكاني وابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 304 وابن أبي الحديد المعتزلي والقندوز الحنفي الرواية واردة في أغلب المصادر الإسلامية الرواية عن ابن عباس في قوله تعالى السابقون السابقون قال سبق يوشع بن نون إلى موسى يعني في الديانة اليهودية كان يوشع هو السابق أنذاك وسبق صاحب ياسين إلى عيسى صاحب ياسين يعني حبيب النجار الذي ذكر في سورة ياسين ولذلك سمي صاحب ياسين وسبق صاحب ياسين إلى عيسى وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وآله إذن هذه الرواية تثبت أن السابق في هذه الديانة الخاتمة هو علي صلوات الله وسلامه عليه وتوجد هناك رواية أخرى ينقلها جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة أربعة وخمسين الرواية جليلة وجميلة جدا يذكر فيها السابقين من الديانات السابقة السابقون إلى اليهودية والسابقون إلى النصرانية ثم يذكر علي سلام الله عليه ويؤكد على أن علي صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل السابقين يعني أثبت لعلي سلام الله عليه السابق وأثبت له الأفضلية على جميع السابقين على الإطلاق أكتفي بهذا المقدار وستأتي تكملة الحلقة والمباحث في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر